اهلا بكم في النشأ الاقتصادية وفقت اللجنة المالية في مجلس النواب على مشروعي قانون الموازنة العامة لسن المالية والوحدات الحكومية الذي رفعته إلى رئاسة المجلس اليوم وأوسط اللجنة بضرورة العمل على إصدار قانون العجز بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا إلى الاعتماد على الذات بنسبة 100% ودعت اللجنة بالإسراء في تحصيل الأموال الأميرية والمقدرة بمليارين دينار وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة بمليار دينار والحد من التهرب الضريبي كما أوسط اللجنة المالية برفع الرسوم والضرائب على السيئر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بأنواعها ودعت أيضا إلى الإسراء في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وإنهاء عطاءتها بالسرعة الممكنة ومشاريع موانئ منظومة الطاقة وطالبت اللجنة تعديل قانوني الشركات والأوراق المالية ليصبح تطبيق معايير حوكمة الشركات الزمية وإخضاع مراقبة أداء الشركات المساهمة العامة لهيئة الأوراق المالية ووضع معايير وشروط لمدقيق الحسابات وفتح سجل مهني للرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة في ممارسة المهنة ارتفع الرقم القياس العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بالنسبة 1% لينهي المؤشر عند مستوى 2052 نقطة وقال محللون لنشتتنا أن المكاسب التي تحققت جاءت بفضل عمليات بناء مراكز مالية يقوم بها مستثمرون على بعض الأسهم وخصوصا القيادية منها وبلغ حجم التداول الإجمالي اليوم حوالي 14 مليون و600 ألف دينار وعدد الأسهم المتداولة 14 مليون و400 ألف سهم نفذت من خلال 7557 عقد وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 141 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أذرت 71 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و32 شركة أذرت انخفاضا في أسعار أسهمها أما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لجميع القطاعات قطاع صناعة بنسبة 11% والقطاع المالي بنسبة 1% وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 16% دعت السفارة الأردنية في بغداد أصحاب الشاحنات الأردنية إلى عدم التوجه إلى العراق عبر مركز حدود الكرامة ريبيل في الوقت الراهن وعلق 30 شاحنة أردنية في الحدود العراقية أثناء عودتها إلى المملكة وقالت السفارة في بيان صحفي إن هذا الطريق الدولي يشهد عمليات عسكرية وأمنية بين الحين والآخر والذي قد يعرض الشاحنات إلى الخطر وعدم القدرة على متابعة مسيرها وبغض النظر عن جنسيتها وأوضحت أنها تتابع مع الجهات العراقية المختصة تأمين عملية مرور عدد من الشاحنات الأردنية العالقة على الطريق الدولي والمتجه إلى الأردن عبر الحدود العراقية في أسرع وقت ممكن وحثت السفارة كذلك المواطنين الأردنيين على التواصل مع السفارة أو سلطات الأمنية الأردنية على الحدود للاستفسار عن كل ما يهمهم قبل اجتياز الحدود ترجمة نانسي قنقر